السلام عليكم يا أصدقاء اليوم سوف نبدأ قصة جديدة لواحدة من الأفضل المواقات التي قرأتها هيا فلنبدأ تبدأ قصتنا بظهور شخص يهرب في الليل وحده يبدو أنه مطارد من شخص ما يظهر أنه قد أفلت ولكن فجأة يظهر شخص وقد أمسكه ثم يتوسل إليه بأن يدعه ولكنه يقضي عليه وبعدها يأتي الصباح ليظهر طالب في الزانوية وهو متوجه للزانوية من أجل الدراسة وهو يبدو متعبا جدا ومرهق لنعرف بعدها أنه هو الذي قدى على ذلك الشخص البارح ليصل إلى القسم الذي يدرس فيه يأتي صديقه من أجل التحدث معه ولكنه يظهر أنه متعب ويريد فقط النوم وليدخل بعدها طالب آخر يظهر أنه متعجرف ومغرار لنعرف أنه زعيم عصابة سيئة السمعة ليتحدث معه كل الطلاب إلا البطلون فهو نائم ثم يذهب إليه ويوقظه لأنه يعتقد أنه لم يحترمه ليحاول الإمساك به ولكنه أمسك بيده بسرعة لينصدم من سرعته بعدها أمسك بيده بقوة حتى آلمته ليجمع يده ويقول له أنه أحمق غريب وتظهر بعدها فتاة أخرى هادئة وجميلة ونعرف أيضا أنها بطلة في الفنون القتالية وتبدأ في المناوشات مع زعيم العصاب ثم يجلس مكانه ليبدأ الدرس وهم جالسون يظهر ضوء غريب من أسفلهم لينصدموا ويتعجبوا لأنهم لم يعرفوا ماذا يحدث ليتم نقلهم جميعا إلى عالم آخر ويظهرون وهم مستلقون جميعهم ليبدأوا بالنهوض واحدا بعد الآخر ليشعروا أن شخص قادم من الباب الذي أمامهم ثم يظهر أمامهم شخصان فتاة جميلة وطيبة وشخص كبير في السن يقف بجانبها ويحملوا يستيفا يظهروا أنه مقاتل أو سياب لتقول لهم مرحبا يا أبطال لينصدموا ويتساءلوا كيف تقول لنا أبطال لماذا لتبدأ بتقديم نفسها وكذلك الرجل العجوز الذي بجانبها قدم نفسه ليتعجبوا ويسألوها أين هم وتخبرهم بأنهم قد تم استدعاؤهم لأنهم هم الأبطال الذين سينقذون الأرض من الأشرار ليتناقش الزعيم العصب مع الرجل العجوز ويتحدوا بعدهم ذلك الزعيم المغرور يريد قتال أي شخص ليهجموا عليه ولكنه قام بإخراج سيفه وقطع بعض شعيراته ليصدموا كلهم من قوة ذلك العجوز لأنه يظهر أنه ضعيف ولكن في الحقيقة هو قوي جدا ثم بدأت تشرح لهم العالم الذي هم فيه وهنا ينتهي الجزء الأول من قصتنا إذا كنتم تريدون جزء الثاني فأخبروني في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بفيديوهاتنا الجديدة وشكرا لكم على المتابعة